مخالب ضخمة طوق مليء بالريش ودرجات ألوان سوداء ورمادية هذه مواصفات نصر الخطاف أو العقاب المخادع يعتبر هذا النصر من بين أكبر وأقوى القيور في العالم وتم تسميته هاربي إيجل لتشابهه مع وحش أسطوري حتى أن بعض الناس يعتقدون أنه مجرد أسطورة وأنه غير موجود في الواقع يمكن أن يصل ارتفاع هذه الطيور الجارحة القوية إلى ثلاث أقدام وخمس بوساط ويصل طول جناحيها الإجمالية إلى سبع أقدام وأربع بوساط حجمه المذهل ومظهره الفريد جعل من النصر الخشن شخصية مشهورة على الإنترنت للمقارنة السريعة يبلغ متوسط وزن أنثى النصر الأصلع 12 رطلا بينما تزن أنثى النصر الخشن بين 13 و20 رطلا نظرا لأن إناث النصر دائما ما تكون ممتلئة أكثر من نظرائها من الذكور فمن الجدير بالذكر أن نصر الهربي يزن ما بين 9 و13 رطلا على الرغم من حجمها الإجمالي الكبير فإن جناحيها في الواقع أقصر قليلا من بعض النصور الأخرى وهذا بسبب موطنها تعيش هذه الطيور النادرة في الجزء العلوي من الغابات المطيرة الاستوائية المنخفضة من المكسيك إلى البرازيل وشمال الأرجنتين تساعدها الأجنحة على التنقل بشكل أفضل عبر الغابة على عكس أنواع النصور الأخرى التي تطير بشكل أساسي في مناطق واسعة ومفتوحة ومع ذلك يبقى نصر الخطاف أكبر نصر موجود في العالم العقاب المخادع أكبر وأقوى الطيور في الغابة المطيرة تعد هذه النصور قوية بما يكفي لسحق العظام بمخالبها المخالب الخلفية هي في الواقع أكبر من مخالب الدب الأشياب ويبلغ طولها خمسة بوصات ولا يوجد نصر آخر لديه مخالب بهذا الحجم الجدير ذكره أن بنما تبنت رسميا العقاب المخادعة أو ما يعرف بنصر الخطاف كطائر وطني لها ماذا يأكل النصر هاربي القرادة هي الوليمة المفضلة لهذه القيور الجارحة نادرا ما تحلق لمسافات طويلة من خلال الحفاظ على طاقتها لديها أكثر من القوة الكافية لالتقاط الحيوانات الصغيرة التي يصل وزنها إلى 17 رطلا أصبح العقاب المخادع مشهدا نادرا في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية حيث أن إزالة الغابات المطيرة يقلل من موطنها يعد فقدان هذا المفترس الرئيسي في بعض البيئات بمثابة ضربة كبيرة للنظام البيئي على سبيل المثال يساعد صيدهم للحيوانات مثل قرود الكبوش على إبقاء السكان تحت السيطرة بشكل طبيعي هذا مهم لأن هذه القرود تأكل البيض من أعشاش الطيور وإذا لم يتم السيطرة عليها فقد تتسبب في انقراض الأنواع الأخرى وإن كنت تتساءل أين يمكن أن تجد هذا النوع من النصور فعليك زيارة حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية في أمريكا الشمالية والجنوبية إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب وشاركونا رأيكم بالتعليقات شكرا لكم على المتابعة